من قاتل اكتب لها اختي دونيا ليخليك غزال ما منك زوج يا اطياب قلب دونيا باطمة جاوبتو قطل الله يخليك اخي العزيز ديمات طوب حتى انت ما منك زوج انت الرقم الصعب فهذه المبادلات اللي كانت دي الكلام ومدلقة كانت ما بين دونيا باطمة وساعد اللي مجرد نذكر انه دونيا باطمة فاشاعد مجرد غنى اغنية غزالي غزالي يعني كانت سيلاه دست عندها بنيته وسمتها غزال ما شو سمتها على الاغنية ولا الاغنية المهم بغيف من تمت خلقات واحد العلاقة دي المواد ده وصداقة كبيرة ما بين ساعد مجرد ودونيا باطمة دونيا باطمة قلت لساعد مجرد انت الرقم الصعب تفقين مع هذه القضية؟ رقم صعيبة واش انت الرقم الصعب الصعب ما فهو شو معناه ساعد مجرد فضل يعني انتايا الرقم نامبر وان يغطي قضاء من نامبر وان يغطي صعب شي واحد ينفسك واش كتظن انه ساعد مجرد مازال هو الرقم الصعب وانه بقاش الرقم الصعب ما بقاش الرقم الصعب أغنية الأخيرة عادية جدا ربما كانو فينان مغاربة أخرين كانت أرقام صعبة على مستوى الأغاني الأخيرة دي لها ما ننظرش على المفهوم الرقم الصعب انت وليكن مفهوم الأرقم الصعبة في الأغاني كانت أغاني غاني خطيرة جدا فينانين مغاربة أخرين شباب ربما سعد المجرد شخصيا أنا شفتوا بأنه أغنية عادية جدا أغنية اللي كان ممكن نسمعها هذي هذي خمس سنين سنين هي الأغنية أنا سمعتها للمرأة اللولا قلت بنا حكا مش حافتي شي مرأة كاد أغنية كاد سمعت ثانية وثالثة سمعت بوزيوفا إذا ما سعد المجرد كي إعطينا أحسان من هاد الشي شيري كنقوله أوكي بقوا أحسن أغاني ديلة السنة هما أغاني ديل حاتيم عمران ممكنش أي واحد إذا ما لقلع أكثر صح الأغنية الأخيرة ربما لم يكن موفقا وبتالي صعب جدا أنه يكن الرقم الصعب كان رقما صعبا صحيح إذا كان على المستوى التقييم ما هو فني خلي ما هو شخصي كل واحد يمكن تبقى حياته هذي كان على المستوى الفني ليس رقما صعبا أنا أعتقد أنه كان حاتيم عمر مؤخلا هو الرقم الصعب فيما أعطاه من أغاني كلها ناجهة اغني ذنستك أخونا أضرعي ما هو فني أعلى ما شيه و ما هو شخصي يقول أقولي هذا أصغفر الله يجسام شنو عندك أصبع؟ قمر عندي إلى حاكيم نظرة نظرة ميني نظرة مينو كلمة كلمة مني كلمة منو قلبي 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 إذا أولي تغنية السلام عليكم السلام عليكم حكيم المصري سيكون حكيم المغربي حكيم المصري هو اللي سيفتتح الحفل الفتتاح هذا السنة سيقول لهم السلام عليكم النسخة 32 القاهرة ما بين 21 يونيو و 19 يوليو غيكون كذلك فنان نيجيلي في ميكوتين وغيكون فنان او فنان افواريام اسمية دوبا هذي حعزت على جائزة جرامي في 2004 وفي ميكوتين اللي سبق له غنى في حفل افتتاح منذ 2010 بجنوب افريقيا وحكيم اللي سبق له غنى في مجموعة من الحفلات احتفالات عالمية منها حفل توزيع جوائز النوبل هذا هو حكيم اللي غادي يكون في استاد القاهرة استاد القاهرة لهذه سنوات ومسدود سنوات وما كتلعبش فيها المتخم مصري وإما كالعيف الإسكندرية ولا كالعيف الإسماعيلية ولا كالعيف ملاعب آخر يتابع القاهرة ولكن استاد دولي بعد سنوات هو مغلوق ما كتلعفه لا زماليك ولا أهلي غادي يكون غايت تفتح من جديد من أجل احتضان حفل للفتتاح عائلتو بوست على إيدو عبيبي قال حيبي يزيدو عائلتو بوست على إيدو شعنو بوارد زمع سرين قول تيقف وميرو سنقل ومعني ويامل وعني وليما وشي قنبي إذا نحكي مغي يكون في شيء تحديل كان 2018 في ميستر والخبر اللي عندك محمد لعدتاري طبعا الخبر اللي عندي هو خبر سعيد خبر اللي فرح مكونات الأسود وكذلك فرح المغاربة بحكم أنه كنا ناقصين يعني المنتخبات كلهم عندهم 23 لاعب حنا هذا الشيء اللي وقع خلانا 22 لاعب فمكونات الأسود البارح تلقات خبر سعيد هاتشي فرحهم وفرحنا معهم بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على طالب الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم باعتماد عبد الكريم بعدي مكان عبد الرزاق حامد الله يعني الطلب كانين بعدي الظاهير الأيصر مكان المهاجم عبد الرزاق حامد الله ولد بالقائمة دي الأسود لمعتمدة رسميا مكونة من 23 لاعب الجامعة كانت طلبت الكاف أنه درج اسم بعدي مكان حامد الله والسبب كان واضح هو مغادرة عبد الرزاق حامد الله معسكر النخبة الوطنية في مركز المعمورة في مدينة سلا من بعد المباراة لينهزموا فيها الأسود أمام منتخب غامبيا بوحد دالزيرو في إطار للسعدادات لخوض كأس أمم إفريقيا 2019 لعله خير خبره سعيد مهم رحلنا 23 ماشي 22 ما تعرف ما يقع لك في الظاهر الأيصر وما تلقاش البديل يكون خير إن شاء الله تزنيتي تواب دعم هذه شكرا محمد العطاري شكرا للمياء وهذه أخبار المشاهير اليوم استحضرنا ما دار ما بين سعد المجرد وكذلك دنيا بطمى تكلمنا على حكيم اللي سيكون افتتاح ديالكان 2019 وتكلمنا أيضا على الرقم قريب بعد لعود الحمد الله بعد طلب الجامعة من الكاف